بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل موضوع خصائص المائع والنهاردة نتكلم على خاصية مهمة اللي هي Vapor Breacher Vapor Breacher لضغط الطبقة هذه الخاصية اللي أميها إذا ما نشوف دلوقتي إيه هو ال Vapor Breacher هو الضغط الذي يبدأ عنده سطح السائل في الغليان تبدأ عندي يبدأ يحدث عندي يبقى أنه عندي نواة Vapor Breacher السطح اللي بدأ عنده في الحدوث وأنا أديك على سبيل المثال مثلا أنت درست الكلام ده في الستيم قبل كده وعرفت اللي هو Saturation Pressure و Saturation نحن نقول كل ضغط بيقابله درجة الغليان وبالتالي Vapor Breacher Function Depends on temperature إذا زادت التمبرتشور زادت الضغط وإذا قلت التمبرتشور قلت الضغط وإحنا بنقول مثلا على سبيل المثال للمية في الضغط الجو العادي بتغلي عن درجة حرارة 100 أما في الضغوط اللي هي بتكون أعلى هتلاقي الغليان أعلى المناطق اللي في الضغوط أقل هتلاقي درجة الغليان بتاعتنا أقل يبقى ال Vapor Breacher كخاصية مهم جدا نعرفه لكل نوع من أنواع السوائل الموجودة عندنا إيه بقى مشاكل ال Vapor Breacher إنه بعض الماشينز والهايدروليك سيستم زي في البايبلاين زي في البامبس زي في ال Water Turbine لو ال Pressure نزل إلى قيمة أقل من ضغط التبخر ده في خطورة لأنها تتكون في القاعات تتكون Vapor Pubbles بيقدر يحصل لها Explosion انفجار تقدر تعمل تسقيب الأسطح مثلا خاصة في البامبس وتؤدي إلى ظهور ظاهرة بنسميها ظاهرة التكهف وتكرارها بيسبب لي مشاكل خطيرة يبقى ظاهرة التكهف بتاعته نتيجة انفجار الفقاعات نتيجة وصلنا إلى ضغط الطباخ وبدأ الغليان يغلي داخل المدقة أو داخل الانجين اللي بنتكلم عليها تبدأ ترتطم بالسطح تبدأ تعمل عملية تسقيب وتعمل في بعض الحفرة على شكل كهوف وجه هنا مسميها Cavitation و Cavitation لها أضرار كتير جدا لو حدست أولا ممكن مع السمرة يحصل damage للسيستم ممكن تعمل بلوك للفرو فتأثر على كمية سر مثلا في المداخات وبالتالي بتعمل عملية نويز زي ما قلنا بتغذر الكافيتيشن بتأثر على الهايدوري performance في الماشين such البامب والتيربين والبربيلر الكافيتيشن ان اتجنب هذه الظاهرة انه انا ما وصلش الى ضغط التبخر في السيستم اللي موجود عندنا وديه الدلالة الهندسية لمعرفة قيم ضغط التبخر ولذلك بيوصى دايما عند انشاء مضخ بحط الضخ بندرس البيئة المدة خمسين سنة سابقة اقصى درجة حرارة واقل درجة حرارة وصلنا لها وان شاء نستكم الباقي الخاص في المحاضرة القادمة